كلاب وابواق نابحة على مدار السبع الماضية بعد الصعود المصري كما قلنا بعد نجاح شرم الشيخ ربما انطلقت ما جاره في محاطق مصر بدايته كانت في شرم الشيخ ونجاح شرم الشيخ هذا الهزيان الاخواني والصعار الاخواني التركي اللي كان موجود وقولك خلال يوم اللي اربعة هتشوفه ايه اللي هيحصل انا لا اريد ان اسفه لا اؤمن ايمانا مطلقا بنظرية المؤامرة ولا يجب علي ان اؤمن ايمانا مطلقا بنظرية السكون والغباء لابد ان اكون في منطقة وسط دافئة استطيع ان افكر واحلل واستنتج واربط ما يربط وابتعد عن بعض الامور اللامنطقية لكن العقل مفتوح الصعود السعار الاخواني صعود السعار التركي في مواجهة الصعود السياسي المصري ايضا محاولة تعطيل مسيرة تعديلات دستورية مقترحة كل هذا اضعوا امامي في صورة لماذا يفعل هؤلاء الاخوان وتابعيهم وتابعين تابعيهم بهذا الشكل لماذا يخرج اردغان بهذا الشكل المزري لاول مرة يعني يفتد كل حتى ورقة التوت التي تدارع وراته اتصور انه نداء واحد زي معتز مطر هو بتكلم بقولك صفر بالصفارة ويعمل على الحلل كلام مخبول من مخبول لمخابيل يعني النداء من مخبول لو معتز مطر اطل الى مخابيل ومهطيل اللي هم مين اللي هم الاخوان سواء في الداخل او في الخارج بطريقة تنم على فقر وتنم على فقدان الامل يلا كله يصفر عشان نزعي الاخرين يلا نخبط على الحلل عشان نعمل زي بتقبره ساعد زمان مع الاحتلال هبل فهبل فعبط في لا شيء هو لا يرى شيء الولد فقد عقله بشكل مطلق لكن صرخته يوم الارضع ان شاء الله يكون فيه كذا هل يمكن اربط بين ما جرى في تركيا وندقات تركيا والاخوان ونهايتهم الطرفية الموجودة بما جرى ده سؤال انا بسأله وبطرحه امام الناس ما مدى امكانية الربط بين ما يجري في تركيا وبين ما جرى صبيحة هذا اليوم لا يمكن ان ننفصل عن حقيقة ان هناك خطط مدفوعة الاجر ذات تكلفة عالية للإقاع بالروح المعنوية للناس هذا الهدف وانا بقول لكل المشاهدين في كل مكان وبشكل هادئ انه فيه خطة واضحة كاملة مرسومة ذات تكلفة مرتفعة لخفض روح المعنوية لدى المصري يبدأ يشكك يبدأ يقولك يلحق في مشاكل يبدأ يقولك لا دا هيحصل حاجة يلحق خد بالك فيه في الأفق قصد فيه حاجات في الأفق بينه انت مش شايفها لا قصد وانت مركز ان الناس على آخرها قصد انت مركز عن الناس على آخرها الناس فاهمين اللي بيحصل الشعب فاهم هو فين وراح فين الشعب عارف انه عنده اصلاحات اقتصادية مريرة قربنا ان احنا نوصل الى آخر حلقة فيها يعني الناس ايه وتجد انه اللي بيتناول وبيتداول وبيلتقط هذه العبارات للأسف ناس ما لهمش لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الوطنية هو هائم على وجهه وكده وخلاص يردد ما يملأ عليه ودي هجيلها دلوقتي في الشائعات في كل الأحوال فهذا روح بعيد على موضوع السائق والسائق لغز سيتم حله وقطعا ستصل النيابة العامة والجهات القضائية المعنية زي قادر المعرضات في محكمة شمال القراء بالتأكيد سيصلون الى حقيقة ما جرى والهناك انتماء سياسي انا اكد اجزم انه ليس هناك انتماء سياسين له لا ما فيش انتماء سياسي ده ناس شكلها اصلا فقد الوعي يتم ما عندهمش انتماء سياسي لكن انا بقول ايه تم استخدامهم ممن لديهم انتماءات سياسية راديكالية متطرفة دموية انتحارية ده انا انا عايز اقوله انه لما كنا من زمان بنشوف الشوارع تلاقي العيال بلتاجية وعيال ببرشمة وعيال صي ما تشوف الشوارع يخبط هنا يخطف هنا يعمل هو ايه اللي حصل دول مش اخوان يطلع عصام العريان او محمد البلتاجي ربنا ياخدهم جميعا يطلع يقولك احنا مش اخوان دول اللي في الشر مش اخوان يا سيدة عارف انه هما مش اخوان دول مجموعة بلتاجية تم تأجيرهم بمبالغ ملي معروف فيه ناس كتير من العيال المهمشة والعيال الولاد الشوارع وغيره 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 افرازات العصور الماضية موجودين يجي الوقت مبرشم واخد برشام واخد له 100 جنيه واخد له مش عارف ايه ويبدأ يقول له ارمي هنا بالملوتوف كسر هنا اعمل هنا اسرق ده اعمل ده شغالين استخدام هؤلاء الغوغائية والمرتزقة من الاخوان ليس وليد اليوم ده تاريخ معروف عشان هو يطلع نظيف السياب نظيف اليد هكذا يتصور بيستخدم الاخرين انا مش عايز اطول لكن عايز اوضح انه واحد يقول لي يا عم انت عمل تألف وانت قاعد وتقول لي الولد اخوان يا عم مش اخوان يا سيدي مش اخوان الود ده شكله يا عم مبرشم تم استخدامه عشان مبرشم ان كان يعني تم استهدافه عشان مبرشم واحد ما عندوش يعني انا مش هيروح لواحد يقول له يكون عنده 7-8 عيال وعنده بيته وحالته مستقرة وقول له عمي كذا اذا يرح لواحد هو بنمر واحد ما عندوش لا عيال ولا عنده بيت ولا زوجة ولا غيره يجي بالراجل ده يقول له نعمل كذا وانت هتطلع منها في الاخر بيقنع بها ده مش من اجل قضية وانما من اجل فلوس ده موجود يا جماعة انا لا اتهم ولا استبق الاحداث او التحقات وانما اقرأ فقط ما بين السطور وبنقرأ مع بعض ونشوف مع بعض ولكن احنا عندنا احساس والاحساس دائما عندما يكون غير مشوه وغير مشوش وليس له هوى بيبقى صادق الى حد كبير لا استبعد لا استبعد تماما ان يكون هناك استهداف لهذا الرجل او لاخرين في اماكن عداء واحنا نسينا ولا ايه هو احنا ليه بننسى يا جماعة فكرة الاخوان في تدمير اعمدة المحطات الكهرباء فاكرين او الابراج بتاعت الكهرباء الضغط العالي فاكرين موضوع الغاز كل شوية كان يضرب خط الغاز 40 مرة واكتر من 40 مرة فاكرين هذه المرحلة احنا دا كان مخطط ولا كان عشوائي هو اللي كان عامل واحد مبارشب لا في ناس عارفة بتعمل ايه ترجمة نانسي قنقر